هو كلمار محشي الكلمار المرهية سنطيبوه في الحرايمي تقلط طيبوه في الكسكاس نحن في الكوشة لكن سنضعوه في طنجرة الضغط في الحرايمي متاعه وبعدين سنضيروه في الكوشة يعني بشينا هو ياخد تحميره الحلوه يحيبدانه زي الطجين هنا للحشوة حنستخدموا الفواكه البحر يعني أي نوع فواكه البحر عندكم هنا عندي الكلمار والجنبري الصغير اللي مجمد فهم اللي حنستخدمهم عندي الكصبر والمعدنوس والبصل الأخضر والنعناع هدو الثلاثة الأربعة أسفل الخضرة عندي الكلمار المحشي هنا عندي الحجم الكبير بتقدروا تختاروا الحجم الصغير لو بتحطوه لكن الحجم الكبير بعد ما يطيب نقصوه هيك دوائر أو جرارات هيعطي حتى هو شكل حلو للطجين عندي هنا التومة الكركم الأحرارات والقرفة والفلفل الأحمر هدو نقولوا كيف أنهم مع الحوت لكن هما في هدايا الكلمار المحشي تحسيهم ضروريات يعني هيعطونا طعمة تانية وطعمة هلبة حلوة هنستخدموا فيه رز المحاشي للكلمار هنستخدموا فيه طماطم الحكة من بريمة عندي هنا وزيت البريمة والملح طبعا والفلفل الأسود هنخلطوا كل المكونات مع بعضها هنخلوا بس المكونات بالنسبة للحشوة هنستخدموا فيها في التومة يعني مجرد البصل وباقي المكونات كأنها حشوة عصبان فيه حتى الكلمار اللي يحشي فيه بالحم أصلاً حشوة العصبان بالكبدة والحم نفسها لكن هنا هنستخدموا 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 فواكه البحر فالتومة هنديروها في الحرايمة هنديروها في الحشوة نفسها نبدو مع بعض